موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصف ضيف اليوم مدير مركز الشرق الجديد للدراسات الأستاذ غالب قنديل صباح الخير أستاذ غالب وسهلا بك في استوديو الميادين بطبيعة الحاسة أبدأ معك من قضية اعتذار قناة المنار عن التغطية التي حسب ما جاءت في البيان عن تغطية غير الحيادية وغير الموضوعية بشأن البحرين برأيك كيف تقيم هذا الموضوع الذي قبله برفض شديد أنا من الوجهة المهنية وأتحدث هنا بصفتي عضوا في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان أعتقد أن هذا الأتذار مخالف لوقائع سلوكيات قناة المنار في الموضوع البحريني وفي غيره من المواضيع قناة المنار مارست سلوكا مهنيا متوازنا على الدوام عرضت لكل الأراء والمواقف وفي الموضوع البحريني بالذات لم يكن هناك ولا مرة وتحدث هنا في حاصل تقارير متابعة الأداء الإعلامي الصادرة عن المجلس خلال الأشهر الستة الماضية لم تحجب مواقف الحكومة البحرينية دائما كانت تستضيف متحدثين من مواقع مختلفة وباستمرار كان موقف القناة محفزا للحوار بين المعارضة والسلطة في البحرين هذا من حيث المبدأ إذن الاعتذار في غير محله يعني كمهني وكعضو في مجلس المرجعية الناظمة للأداء الإعلامي أقول بكل صراحة ليس لدى المنار ما يستوجب الاعتذار لماذا اعتذرت إذن؟ الاعتذار هو وقوع تحت ضغط وابتزاز السياسات السعودية الخليجية المهيمنة على منظمة عربسات هذه منظمة ترعى عمل شركة الأقمار التي يفترض أن فيها أسهما وحصصا لجميع الدول العربية بما فيها لبنان ولكن الحصة السعودية الأساسية تتيح للمملكة التحكم بأليات القرار الشكوى البحرينية التي أرسلت إلى مجلس الجامعة وحولت إلى اتحاد الإذاعات العربية إلى منظمة عربسات اتهمت المنار بالإرهاب واستعارت التعابير الأمريكية والإسرائيلية في الحديث عن قناة المنار وهذا يأتي ضمن سياسة استهداف لكل القنوات الخارجة عن الهيمنة أنا أعتقد أن إدارة القناة وقعت ضحية ابتزاز وضغوط في اجتماع عربسات والاعتذار كان ثمرة هذا الابتزاز الابتزاز استند إلى اعتقاد المبتزين يعني حكومة السعودية وحكومة البحرين وغيرهم اعتمادهم على مبدأ أنه لا بدائل حقيقية للبث عبر قمرايا عربسات والنيلسات عدم وجود البدائل ناتج عن إهمال هذه الحاجة التي تستدعيها حقيقة وجود إعلام حر خارج الضغوط الأمريكية الإسرائيلية في منطقتنا أثير الموضوع وأنا ممن أثاروه مبكرا منذ نهاية عقد التسعينات في القرن الماضي بعد العقوبات الفرنسية التي استهدفت قناة المنار وكان هناك تجاوب نظري مع الموضوع ولكن أقول بكل أسف لم تبذل جهود جدية لإيجاد هذه البدائل سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعن موضوع البدائل بهمني إحكي واقعيا عن البدائل حتى لا يتهمنا لأنه تم الحديث عن وجود بدائل لنرى أين أصبحت هذه ولكن لنبقى قليلا في موضوع المنار واعتذار المنار هل كان بإمكان المنار أن تختار عدم الاعتذار؟ أحيانا يسألك بعضهم ما هو الخيار الذي كان أمامي انطلاقا من الظرف بذاته قد لا يكون هناك خيار غير الأتذار في الظرف الذي واجهته إدارة قناة المنار ولكن هل هذا الظرف هو قدر؟ لم تكن هناك بدائل يمكن أن تجعل القناة وإدارتها في مثل هذه الساعة قادرة على تحدي الضغط والابتزاز لأن بيدها بديلا أنا هذا ما أثيره يعني طبعا لست على اطلاع بعض من الزملاء في إدارة المنار على أجواء الجلسة وما طرح فيها وما كان ينطوي عليهم من احتمالات وأتوقع أن أسوأ الاحتمالات كانت مطروحة السؤال منذ التسعينات نعرف أن هناك إرادة صهيونية أمريكية لمطاردة قناة المنار باعتبارها قناة المقاومة وبالتالي ساعة الحقيقة آتية مهما أخرناها باحتواء بعض الضغوط أو التحايل على ضغوط أخرى لماذا لم نعمل شيئا لهذه الساعة؟ هنا أنا أحمل إدارة القناة وكل الجهات المعنية بالإعلام المرئي والمسنوع على الأقل يعني الجهات في حلف المقاومة أحملها مسؤولية التقصير في إيجاد البدائل يعني هل سيحمي هذا الاعتذار قناة المنار من اعتذارات أخرى وتنازلات أخرى؟ أنا أعتقد أنه بداية ابتزاز بداية تنازلات أيضا أعتبرها؟ لا أظن لأنه بيان حزب الله حول الموضوع كان شجاعا وجريئا بوضع مسافة عن استنساب ممثلي إدارة المنار في اجتماع عربسات وأعتقد أن إدارة المنار ستجري تقييما لما حصل وربما تحدد خياراتها المستقبلية في ضوءه هل يمكن التراجع عن الاعتذار؟ لا أعرف يعني الحقيقة لا أعرف ولكن ما أعرفه أننا معنيون كإعلاميين في البلاد العربية بأن نوجد للإعلام الحر مساحة محررة من الابتزاز السعودي والضغط الأمريكي والإحاءات الإسرائيلية يعني البعض لم يقتنع كثيرا ببيان حزب الله ويتساءل هل هناك من فرق بين المنار وبين حزب الله؟ يعني من يسيئون الظن بآليات عمل قيادة حزب الله لا يقبلون التصديق بأن لإدارة مؤسساته الإعلامية مساحة حرة وحيزا خاصا في الحركة وفي التعامل مع كثير من الملفات وبيان الحزب كان واضحا وشفافا أن إدارة القناة لم تعد إلى قيادة الحزب قبل أن تقرر تقديم الاعتذار وهذا أعتقد أنه صريح وواضح لم نعتد من حزب الله لا لفا ولا مداورة في طرح الأمور كما هي بالنسبة للبدائل حضرتك تحدثت عن البدائل ولكن منذ سنتين تقريبا مع بداية الأزمة السورية وهناك حديث عن قمر عربي سوف يتم استخدامه من أجل البث التلفزيوني ثم عضل عن الفكرة هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟ أولا لا معلومات عندي ولكن هناك ثلاث بدائل ثلاث بدائل ما هي؟ البديل الأول هو باقة لقنوات عربية منوعة تغطي مختلف المواضيع والأذواق على القمر الروسي الذي يمكن التقاطه في منطقتنا ويمكن الاتفاق مع إدارة القمر الروسي على تأمين بث باقة قد تكون من عشرين من ثلاثين قنات وتجميع هذا العدد من القنوات ممكن وسهل بشكل يقدم خيارا للمشاهد العربي أن ينتقل إلى زاوية مشاهدة هذا القمر ويلتقط بث القنوات التي تتعرض للضغوط والإبتزاز هذا أولا الحل الثاني تعجيل إطلاق القمر الصناعي الإيراني المخصص للبث التليفزيوني وكنت قد تلقيت إجابة من طهران حول هذا الموضوع أن المشروع مشروع جدي والعمل عليه حثيث لا أعرف الأجل الزمني لإطلاق هذا القمر وجاهزيته للعمل الخيار الثالث ما ليس معروفا على نطاق واسع أنه في الاتحاد الدولي للاتصالات نطاق ومدار لقمر صناعي محجوز وموجود لدول لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والأردن يمكن بمبادرة لبنانية سورية عراقية تأسيس شركة تسهم فيها الأردن وفلسطين وتدعى إلى المشاركة فيها دول صديقة لديها أقمار صناعية ومهتمة بهذه الصناعة كإيران والصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند هذا الأمر يحتاج إلى مبادرة كبيرة وإلى حشد إمكانات ولكنه ممكن ليس مستحيلا هذه الفكرة لم تخطر بعد على بال أحد لماذا لم يتم التحرك قبل لا أعلم الحقيقة أنا طرحتها بقنوات تداول ضيق وكما قلت لك أبلغت من الأخوة الإيرانيين أن قمرهم قيد الإنشاء ويحتاج هناك وقت طبيعي للأمور التقنية والعملية هل لهم الحرية في البث على هذا مثلا هل يمكن التقاطه في أمريكا لا يمكن لأمريكا التدخل لا يمكن لأوروبا التدخل لمنع التقاط هذا قمر إذا حتجنا للبث إلى أمريكا يمكن أن نستعين بالشراكة مع أمريكا اللاتينية فيتغطي فضاء القارة ولنا في أمريكا اللاتينية أصدقاء ودول تحمل لديها أقمار أو هي شريكة في أقمار كالبرازيل وفنزويلا على سبيل المثال أما التغطية الأوروبية من خلال قمر روسي سهل إيجاد روابط للبث عبر القمر الروسي هذا أمر يحتاج إلى نقاش مع الإدارة الروسية والإمكانات التقنية المتواجدة لدى أقمارها الصناعية وروسيا والصين يبيعان الأقمار الصناعية للعالم ليس الأمر غريبا عنهما إيران نفسها الآن تصنع أقمارا صناعية الإمكانات التقنية من حيث المبدأ نظريا متوافرة إيجاد الحل العملي يستدعي الإمساك بهذا الملف ودراسة كل الخيارات والبدء بتكوين الشركات المالكة لأقمار تغطي الخدمات المطلوبة للقنوات العربية المعرضة للقمع والحجب في هذا الزمن ننتقل إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم إلى عنوين الصحف السلام عليكم سيطرة الجيش السوري على النبك والسجال الدائر حول تشكيل الاتحاد الخالجي موضوعان بارزان في عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع الصحف اللبنانية وأبرز مجاء في صحيفة السفير العودة عن خطيئة الاستقال بتعويم الحكومة سليمان متردد وبر متجاوب ومقاط متحمس وسلام مرتب الجيش يوسع سيطرته في النبك انتكاسة جديدة للحر والاقتلاف لم يحسم حضور جناف مسألة الاتحاد الخالجي تصطدم بمسقط قمة لمجلس التعاون في الكويت غدا إلى أبرز مجاء في صحيفة القدس العربية الرئيس اليمني لم يستهدف بمحاولة اغتيال وقاد المعركة ضد الإرهابيين القمة الخالجية تنعقد وسط خلافات عمانية وقطرية مع السعودية أما في صحيفة الوطن السورية فنقرأ الجيش يسيطر على النبك ومزارع ريمة والطريق الدولية آمنة حامية مشفى الكند سامدون ومقتل قائد لواء الإسلام في حلب خلال ثلاثة أيام نتائج اتفاق اليرموك والأجواء متشائمة في صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقرأ تعمي واشنطن رفضت صفقة عرضها النظام السوري وتفاقم خسائر حزب الله في القلمون رئيس الوزراء العراقي لا ميليشيات بعد اليوم حالفان بارزان للمالك ينقلبان عليها وأخيرا إلى أبرز مجاء في صحيفة الوسط البحرانية تركي الفيصل موقف عمان لن يحول دون تشكيل الاتحاد الخليجي والذرية تتفقد مصنع أراك عشية لقاء للخبراء في جناز وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا على أبرز مجاء في عنوين الصحف العربية لهذا اليوم عودة إليك دياء شكرا للزميلة غادي على تقديم عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم أعود إليك أستاذ غالب يعني دوانت بعد العنوين ما هي تحرير النبك وأزمة الاتحاد الخليجي طبعا موضوع النبك أعتبر أن هناك أزمة في الاتحاد الخليجي يعني أعتقد أن هناك خلافات سياسية مستحكمة منذ الاتفاق النووي الإيراني السبب هو شعور المملكة السعودية بمخاوف جدية من تفكك المنظومة الخليجية التي تتزعمها بنتيجة سقوط الحظر والمنع على العلاقة مع إيران وقد لاحظنا أن وزير الخارجية الإماراتي توجه إلى طهران فور الإعلان عن الاتفاق النووي في جناف عمان تكشفت أدوار لها في الكواليس حضرت للاتفاق وبمفاوضات كانت هي وسيطة فيها نعم لا يفاجئ بالمطلق لأنه معروف أن لعمان علاقة ارتباط وثيقة بالولايات المتحدة وبالغرب بشكل عام كل الدول العربية والخليجية نعم وهي بين دول الخليج من الدول القليلة التي احتفظت بعلاقات متينة مع إيران في كل الظروف وهذه ميزة سمحت لها بأن تتقدم لتلعب دور الوساطة على ما يبدو والآن هذا الموقف لماذا يخرج من عمان أيضا؟ أعتقد أن عمان تأخذ بعين الأتبار أن السعودية تريد تغيير طبيعة العلاقات في الخليج إلى نوع من الاتحاد لتكون لها سلطة الإلزام على الآخرين في استعداد لمرحلة صراع عمان تتبنى الانفتاح على إيران وليس تغذية الاستقطاب العدائي في مجابهتها في منطقة الخليج وبالتالي هناك اختلاف حقيقي في التوجهات على هذا الصعيد لأن المملكة السعودية لديها مخاوف كثيرة من إمكانية أن ينتقل حكام الخليج فرادة إلى عقد اتفاقات وتفاهمات مع إيران التي اعترف الغرب بكونها قوة عظمة ومعلوم ما لدى إيران من الإمكانات والقدرات المغرية بالشراكة والتحالف بالنسبة لسائر دول الموطقة الكثير من دول الخليج من الإمارات والكويت رحبا بالاتفاق الغربي النووي الإيراني الغربي وأيضا هناك من حي هذه الخطوة وضع إلى الانفتاح أكثر وأكثر لماذا تتزعم عمان فقط هي الوقوف في وجه السعودية مثلا ولا تقف إلى جانبها الكويت لا أعتقد أن الكويت تريد أن تكون تحت سلطة أو تسلط السعودية في هذا المكان أو حتى الإمارات أيضا أنا أعتقد أن المشروع السعودي مرتبك في انطلاقته وفي صياغته وبالموقع الذي يحتكم إليه من المعلوم تماما أن كل حكومات الخليج تأخذ بالاعتبار الهوى الغربي والتوجهات الأمريكية اليوم تلعب على هامش الزمن سياسات سعودية عدائية في مجابهة إيران رغم اليد الممدودة التي أعلنها وزير الخارجية ضريف خلال جولته الخليجية تجاه السعودية رغم ذلك هناك تصميم على مواصلة خط العداء والتصعيد أعتقد أن الهامش الزمني لهذه اللعبة يضيق كثيرا بعد الإذعان الإسرائيلي لحقيقة الاتفاق النووي سمعنا ريهانات على تناغم سعودية إسرائيلي خلال الفترة الماضية ويبدو سيطبهر لاحقا هذه الفرصة أعتقد أنها قيد الانتهاء لأن الإسرائيل انصاع لحقيقة القرار الأمريكي بدعم الاتفاق ولحقيقة التحذير الأمريكي الذي أطلقه جون كيري قبل قدومه إلى المنطقة عندما قال أن البديل الوحيد لهذا الاتفاق كانت الحرب والولايات المتحدة غير جاهزة لخوض حرب جديدة ونتنياهو يعلم أنه ليس بطاقة إسرائيل أن تشن حربا منفردة لا ضد إيران ولا ضد غيرها إسرائيل خلال السنوات 13 الماضية ظهرت كقوة تابعة بالمطلق للولايات المتحدة عسكريا وماليا وستراتيجيا أما العربدة السياسية فهي محاولات ابتزاز للحصول على أثمان في هذه الحال باقي الدول الخليجية المعترضة على التصرف السعودي تنتظر أن يفشل من نفسه هذا المشروع أو تعتمد أو تتقاسم الأدوار مع عمان أعتقد أن الدول الأخرى غير عمان قد تتقاسم الأدوار معها لأن أحدا في الخليج لا يرغب في بناء قوة متحدة ضد إيران ربما يرغبون حكام الخليج بالاتحاد للدفاع عن مصالحهم للشراكة الممكنة مع إيران بشروط تناسبهم هذا قد يكون واردا خصوصا أنهم يتحركون في مناخ السياسات الغربية القائمة على الانفتاح ومصادرة التوترات حيث أمكن لأن الولايات المتحدة سلمت بنتائج هزيمتها يعني الاتفاق مع إيران أعقب 35 سنة من الحصار والمؤامرات والحروب وكلها انتهت إلى فشل ولكن إسرائيل لا يبدو أنها تريد أن تسلم بهذه الهزيمة وهي تخطط كما يقول بعض المحللون هناك تخطيط لحرب ما هناك مبادرة لحرب ما قد تحصل في المنطقة أعتقد أن المبادرة إلى أي حرب ستكون حماقة مدمرة لإسرائيل قبل سواها كل اختبارات القوة التي شهدناها من سنة الألفين للسنة للألفين وثلاث عشر تؤكد أن الحروب المباشرة هزمت جاءت الولايات المتحدة إلى العراق في ذروة تنمرها كامبراطورية مهيمة على العالم وهزمت واضطرت للخروج والمحللون الأمريكيون يقولون احتللنا العراق وسلمناه للنفوذ الإيراني هذه هي الخلاصة التي يعلقون بها في كل سنة عند الاحتفال بذكرى غزو العراق الحروب ضد المقاومة التي شنتها إسرائيل بقيادة أمريكا وبقيادة حلف عالمي تقود الولايات المتحدة كلها انتهت إلى هزائم وهذا ما يعترف به الإسرائيليون حول حرب تموز 2006 حرب غزة 2008 2009 وحرب غزة التي جرت مؤخرا إذن القدرات الإسرائيلية والأمريكية والأطلسية التي اجتمعت معا في كل تلك الحروب انتهت إلى هزيمة اليوم الإقرار بإيران النووية أصبح حقيقة العالم الجديدة والعالم متعدد الأقطاب الذي انتهت فيه الهيمنة الأحدية الأمريكية هو الحقيقة الجديدة وبالتالي تفكيرنا بكل الاحتمالات والوقائع يجب أن يتعود على الاتلاف مع هذه الحقائق ولكن إسرائيل لديها حسب ما يقول بعض المحللية لديها حليف جديد وهو يتقاطع مواقفه مع مواقفها وهي السعودية وكما تصل المعلومات وترد بأن السعودية خارجة من التسوية يعني لن يكون لديها الكثير من المغانن في هذه التسوية وبالتالي الطريق لمساعدة إسرائيل ضد حزب الله أو ضد إيران واردة في كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الثلاثة عشر عاما لم تكن السعودية خارج دعم الحروب وخارج تمويل تلك الحروب وخارج التناغم مع أهدافها وهذا معلن لسنا ننبش سرا في هذا المجال الكل يعلم أن المملكة السعودية قادت تحركات سياسية ومالية واقتصادية إلى جانب تلك الحروب وإلى جانب مشعليها في المنطقة وبالتالي ما الذي ستقدمه يعني لم تقدمه من قبل بنتيجة الحلف مع إسرائيل خارج المظلة الأمريكية هذا يعني أمر أضعه في دائرة الشك وأعتبره مغامرة انتحارية سواء للمملكة السعودية أو لإسرائيل لأن النتائج ستكون مدمرة عليهما نذهب إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير بندر يسلح الجهادين في لبنان يروي كتاب الاستخبارات الفرنسية الرهانات الجديدة حرب الجميع ضد الجميع من أجل الأسواق والسفقات الكبيرة يحضر في كتاب رئيس الاستخبارات الفرنسية الداخلية برنار اسكاوارسيني بندر بن سلطان من بوابة دعم الجهاديين في المنطقة المنتدة من أفغانستان إلى المتوسط السوري اللبناني فمصر فشمال أفريقيا وقطر الشريك التجاري والسياسي الكبير لفرنسا مهتمة بتمويل إذا لم نقل بتسليح الجماعات الإسلامية المقاتلة في أفريقيا ضد الجيش الفرنسي اسكاوارسيني فكك دبلوماسية الفرنسية إزاء سوريا ويعتبر أن سبب الرهانات الخطأ على سقوط النظام أن السياسة الخارجية اليوم عادت حكراً على الدولة والحكومة إذ تعبر عنها الجمعيات غير الحكومية والمجموعات الإعلامية الكبرى وهي مجموعات لم يعد محور أعمالها الإعلام إنما التأثير الإيديولوجي والاستراتيجي ويشير الكاتب إلى الدور الكبير الذي لعبته صحيفة اللوموند في التحريض على الحرب ضد سوريا والضغط لتسليح المعاملة يقول اسكاوارسيني حالياً يأتي التهديد الكبير من الإسلام الراديكالي وتحديداً من تفرعات حركة الإخوان المسلمين هل بوسعنا أن نتصدى للخطر الإرهابي الذي تواجهه فرنسا؟ نشك بذلك ولكن بمساعدة أجهزة الاستخبارات الأخرى تعلمنا أن نحيط باتساع ذلك التهديد ومنها طبعاً الاستخبارات السورية تيليغراف البحرين واشنطن مصابة بشيزوفرينيا في تعطيها مع العالم العربي حذرت البحرين من أن نهج الولايات المتحدة المصاب بشيزوفرينيا تجاه الشرق الأوسط قد يدفع دولاً عربية الرئيسية إلى التقرب من روسيا وفي حوار مع الصحيفة شدد ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على أن واشنطن تبدو كأنها تعاني من داء الانفصام في الشخصية في تعاملها مع العالم العربي وتعليقاً على تعاطي الرئيس باراك أوباما مع موضوع السلاح الكيميائي قال الشيخ سلمان إن بعض الدول تعيد النظر جدياً في علاقاتها مع واشنطن وأضاف أن الروس أثبتوا أنهم جديرون بالثقة مشيراً إلى تدخل بوتين الدبلوماسي لمنع ضربة عسكرية ضد دمشق وقال إنه نتيجة ذلك بدأت بعض الدول في المنطقة النظر في تطوير المزيد من العلاقات المتعددة الأطراف بدلاً من الاعتماد على واشنطن فقط قبل أن نتحدث عن الكتاب الاستخباراتي الفرنسي وهو مهم جداً جداً فيه معلومات جد قيمة نتابع بالحديث عن دول الخليج طالما فتحنا الحديث عنها وعن تصريح ملك البحرين ولي العهد بأنه مصاب السياسة الأمريكية بتشيزوفرينيا هل هذا غزل لروسيا؟ الذي أدل بالتصريح هو الشخصية المطلوب إزاحتها في حالة حصول أي تسوية داخل البحرين ومعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت تنحية رئيس الوزراء البحراني وولي العهد وإعادة رسم تنحية رئيس وزراء البحراني وولي العهد؟ نعم وإعادة رسم واقع السلطة السياسية في البحرين بما يناسب تسوية مع قوى المعارضة التي تقود انتفاضة شعبية سلمية متمادية وهي نادرة في هويتها في تكوينها في طبيعتها إذا ما شهدناه من تحولات في البلاد العربية يعني تمرد شعب سلمي تشارك فيه غالبية شعبية موصوفة متعددة طائفيا ومتعددة سياسيا وعقائديا في تعبيراتها الولايات المتحدة أعطت كلمة بخصوص البحرين أصدرت مؤشرات حول دعمها لتسوية مع المعارضة الممسكون بالسلطة الخائفون على مصالحهم هم الذين أصيبوا باهتزاز كبير يشبه الشيزوفرينيا في هذا المجال هم لم يفهموا بعد أن الولايات المتحدة هزمت لم تعد القوة الكلية الجبروت وهي تسعى لحصر خسائرها وأضرارها وتستدير إلى أولوية الباسيفيك في استراتيجيتها العامة ولذلك تريد أن تقفل جميع أبواب الأزمات المشتعلة في المنطقة على قاعدة التوازنات الجديدة المنطلقة من الهزيمة في سوريا والفشل في إيران لماذا لا يعتبر هذا الموقف هو موقف إلى جانب المعارضة من قبل أمريكا وهي الدعم الأكبر لهذه السلطة في البحرين نعم هي تدرك الولايات المتحدة أن جرح البحرين المفتوح لا يمكن إغلاقه بدون تسوية تلبي الحد الأدنى من المطالب ومطالب المعارضة البحرينية ليست تعجيزية هم يطالبون بانتخابات وملكية دستورية حتى لا يطرحون فكرة نظام جمهوري في البحرين والأمريكيون أكثر من سواهم يعلمون أن إيران أحجمت عن استثمار ما يجري في البحرين لا للحساب الإقليمي ولا للحساب المذهبي ولعبت دورا مهما في عقلنات قوى المعارضة في قلب الجزيرة العربية في نجد والحجاز لمنع الاندفاع باتجاه احتكاكات قد تغذي التحريض المذهبي التي تمارسه المملكة السعودية وسائر الأنظمة الخليجية المتورطة معها بالتالي الأمريكي من موقع المعرفة بهذه الحقائق هو يريد أن يختم هذا الجرح بتسوية العائق أمامها الموقف السعودي وليس المسؤولون البحرانيون هؤلاء تفاصيل في إدارة اللعبة اليوم المملكة السعودية تخشى قيام مملكة دستورية في البحرين لأن ريح العدوى ستنتقل بسرعة إلى الحجاز ونجد تلك هي المعضلة التي تواجه الأزمة البحرينية وحركة المعارضة الشعبية الواسعة في البحرين هذه ورقة إضافية من ضمن الأوراق التي تختلف فيها السعودية مع أمريكا تماماً وهل تخاف السعودية من انتقار رياح التغيير إليها أم أنها تريد هذه الورقة في البحرين لتفاوض عليها روسيا على الأقل يعني أعتقد أن داخل طالما ينشدون روسيا يعني يبدو أن هناك من دور يلوح في الوفق يعني يبدو ما عرفوا بعد المحضر اللي حصل بنتيجة آخر زيارة لبندر لبندر موسكو يعني دائماً يقصد العنوان الغلط بالرسالة الغلط وهذا نتج عن تخبط هو حصيلة الهزيمة حصيلة الفشل يعني وناتج أيضاً عن عقلية عن جهية بنيت على قاعدة أن كل شيء يشترى بالمال يعني كثير من الكتب صدر في الولايات المتحدة يتحدث عن شراء رموز النخبة والقادة ومخططي السياسات في الولايات المتحدة من قبل بندر شخصياً في روسيا الأمر يختلف يعني هناك دولة تقودها مجموعة لديها مشروع سياسي حضاري تريد أن تنهض بالقوة الروسية على مسرح العالم في مجابهة الهيمنة الأحدية الأمريكية برأيك هل ستكون أفضل هناك من يتخوف يعني استبدال أمريكا بروسيا لنبدأ من الختام لا يمكن للشعوب إلا أن تراهن على قدراتها هي وعلى قواها هي ما نحن ذاهبون إليه ليس استبدالاً للقطب الأمريكي بالقطب الروسي المهيمن ما نذهب إليه هو عالم متعدد الأقطاب لم يرقى الأمر إلى إمكانية الحديث عن نظام دولي جديد نحن أمام توازنات دولية جديدة اليوم هناك قوة إقليمية هي إيران هي جزء من الأقطاب الجدد على المسرح الدولي كما هي دول لبريكس الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند أيضاً من اللاعبين الجدد على المسرح العالمي وبالتالي هذا العالم المتعدد الأقطاب يؤمن لشعوب العالم الثالث الشعوب المستضعفة فرصاً أفضل لانتزاع حقوقها لأنه يتيح توازنات أكثر مرونة وفرص للتطور والحداثة أكبر يعني انتهى الاحتكار احتكار القوة انتهى واحتكار التكنولوجيا انتهى وهذا أمر يعرف الخبراء الاقتصاديون أهميته في مشاريع التنمية برأيك هل يمكن أن نرى دوراً روسياً ما وهذا ما يعول عليه ولي العهد في البحرين من ضمن التركة التي يتم تقاسمها أظن أن روسيا تستطيع أن تعرض وساطة ما بين المعارضة والسلطة في البحرين ولكن لا أتوقع أبداً أن يكون الموقف الروسي منحازاً للحكم على حساب الحركة الشعبية البحرينية نذهب إلى فاصل ثم نعود أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فتقوا معنا أهلاً وسهلاً بكم مجدداً إلى برنامج آخر طبعة وأرحب بك مجدداً أيضاً أستاذ غالب قديل ونذهب إلى إقراء تركيا راديكال انتفاء النجم الصادر كثيرون يرون أن من أسباب خفوط النجم التركي في المنطقة أن رئيس الحكومة رجب طيب أردغان ووزير الخارجي أحمد داود أغلو لا يعرفان الشرق الأوسط ليس بالمعنى الجغرافي أو من يوجد فيه بل بمعنى الديناميات العميقة والقوالب التهنية والتصورات السياسية التي تحكم إن ذهب تركيا إلى خيارات إيديولوجية من دون الأخذ في الاعتبار الديناميات الجديدة في العالم والشرق الأوسط جعل من الصعب عليها أن تمضي على الدرب الصحيح وكلما تلفظنا بتركيا إنما نقصد أيضاً بالتوازي رجب طيب أردغان طرف لا حرب مع الانتخابات قال زبير أيدار أحد مسؤولي أوروبا في حزب العمال الكردستاني في حوار مع الصحيفة إن الحزب لن يدخل الانتخابات البلدية في الشتاء المقبل بالسلاح وقال إن الحزب يريد أن تجرى الانتخابات في مناخ هادئ وأشار إلى أن الوضع في روجافا وهي المنطقة الكردية في سوريا مرتبط عضوياً بالوضع في كردستان تركيا فبينما تقول الحكومة إنها تريد الحل في الداخل تقيم جداراً عازلاً في الوقت نفسه مع كردستان فإن الكرد أيضاً يمارسون السياسة وهم يأخذون في الاعتبار كل الديناميات السياسية في المنطقة في أي خطوة يقوم زمان زعيم المعارضة في ماشنطن للمرة الأولى منذ سبعة وثلاثين عاماً يقوم رئيسه وحزب الشعب الجمهوري بزيارة إلى واشطن هذا نقص كبير في سياسة الحزب كمال كيليتش دار أوغلو كسر هذا الجمود وزار واشطن الزيارة فيها فائدة فهو التقى العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية لكن المستوى الذين التقى بهم ليس عارياً ربما هذا ناتج عن رابط أمريكية بعدم إثارة حساسية أردغان ولكن الأرجح أن هناك إجد قناعة بأن حزب الشعب الجمهوري لن يكون له أمل في السلطة في المرحلة الماضية حريات الأخطاء الدبلوماسية تكبر فاتورة الاقتصادية الأخطاء التي ترتكبها الحكومة في المجال الدبلوماسي تضغط بقوة على أنق الاقتصاد التركي الذي يمر في الأساس بمرحلة صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وسوف يزداد هذا الضغط مع ارتفاع حدة التوتر السياسي الداخلي واقتراب الاتخابات البلدية والرئاسية نرى الحكومة وهي تحاول ترميم العلاقات مع الغرب في الأوينة الأخيرة الحكومة تحاول حلق انطباع بأنها تعود إلى الاتحاد الأوروبي لتستخدم ذلك كمادة انتخابية لكن في الأوينة الأخيرة تصعد التقارير عن تعاون تركيا مع تنظيم القاعدة قد يكون هناك تغيير في اتجاه تصفير السياسة الخارجية أي العودة إلى ما كانت عليهم قبل لكن هل ذلك ممكن حقا؟ وهل بقي ثقة للإيمان بالسياسات الجديدة؟ أستاذ غالب يعني تسويات بين أمريكا وروسيا واتفاقات تركيا أين هي من كل ما يجري في المنطقة يعني بعد بأن كانت رأس الحرب التسوية تركيا تدفع ضريبة أوهامها ومشروعها الخاسر في المنطقة ما رسمه أردوغان زعيم العثمانية الجديدة لمستقبل الدور التركي في المنطقة نهار دفعة واحدة بسبب تورطه في العدوان على سوريا وبسبب تبنيه لمشاريع تنظيم الأخوان المسلمين في مصر هذا التنظيم الذي فشل في الاحتفاظ بالسلطة رغم كل ما لقاه من دعم شعبي بعد الانتفاضة التي أطاحت برئيس مبارك ومن الواضح تماما أن تركيا تدفع ثمن ورطتها على كل الصعود سياسيا واقتصاديا وأمنيا فهو احتضن جماعات الإرهاب القاعدية بكل منوعاتها ومسمياتها وأقام لها المراكز والمعسكرات التدريبية وهي اليوم تستدير في العمق التركي خطرا جديا على أمن تركيا وعلى استقرار تركيا وانتقل من الصفر مشاكل إلى الصفر أصدقاء وذهب يتوسل وساطة إيران بعد الاتفاق النووي الإيراني الغربي الذي حصل في جينيف وبالتالي تركيا تختنق بمأزق متعدد المستويات وأظن أن ذلك لن يمر أي خيار لتخطيه بدون خسائر يدفعها أردوغان شخصيا ووزير خارجياته أردوغان شخصيا ولكن على الصعيد الموقع لتركيا هذا لا تتخلى عنه أمريكا هذا الموقع استراتيجي ولكن هذا الموقع يمكن أن يحافظ عليه بزعماء أخرين من حزب العدالة والتنمية من حزب العدالة والتنمية كعبدالله قول نعم الذي سربت انتقادات على لسانه من داخل الحزب تضقي لأن هناك خلاف بينه وبينها ويمكن أيضا عن طريق حزب الشعب الجمهوري الذي يزور زعيمه الولايات المتحدة للمرة الأولى هذا خبر لفتني فيما استعرضناه مع الصحافة التركية أنا أعتقد أن العقل البراجماتي الأمريكي الذي سمح بالتفريط بهيليري كلينتون وبي ديفيد بيترايوز وأسقط رؤوسا أمريكية كثيرة كان يحب أصحابها الرئيس أوباما في سياق احتواء نتائج الفشل في سوريا والمحاسبة عليه لن يوفر رأسا في السلطة التركية يتخلص منه للتكيف مع التوازنات الجديدة الهزائم التي منيت بها الحرب العدوانية على سوريا لها أكلاف وأردوغان سيكون أول من يدفع تلك الكلفة هل من رابط ما بين البحرين وسوريا؟ نعم جرت محاولات سعودية لإجراء مقايضات في الحوار مع إيران خلال المراحل الماضية تخلوا عن سوريا ونحن جاهزون لتقديم تنازلات في البحرين إيران رفضت أن تجري أي مساومات أولا لأنها تتخذ موقفا مبدئيا في الموضوع السوري وموقفا مبدئيا موازيا في الموضوع البحريني وأعتقد أن المفاوضات أو الحوارات التي قد تجري قريبا أو أنها جرت أصلا بين القيادة الإيرانية وبين المفادين الأمريكيين والغربيين تناولت هذين الملفين بمنظور الموقف الإيراني المبدئي بمعنى أن استقرار الخليج يتطلب تسوية سياسية عادلة في البحرين وأن استقرار الشرق الأوسط يمر بالتصدي للعدوان الذي يستهدف سوريا وتفكيك أدوات العدوان لصالح الدولة الوطنية السورية ومكافحة الإرهاب الذي هو اليوم الخطر الرئيسي والغرب تتدحرج اعترافاته بهذا الصدد وآخرها اجتماع وزراء الداخلية الأوروبي الذي شارك فيه وزير داخلية أمريكا وكندا وأستراليا وزير داخلية الولايات المتحدة هل يمكن لإيران أن تجد حلا عادلا في البحرين ويرضي الطرفين ويرضي السعودية أيضا؟ أنا أعتقد أن الموقف الإيراني المبدئي داعم لتسوية سياسية في البحرين تحفظ مصالح أشعب البحريني وتحقق تطلعاته وستكون إيران قوة فعل إيجابي في هذا الاتجاه نعم موضوع أيضا بندر يسلح الجهاديين في لبنان والحديث والمعلومات التي وردت في كتاب رئيس السابق للاستخبارات الفرنسية الداخلية سكاور سيني إلى أي حد هذا الكلام ممكن أن يؤثر على مجريات التسويات الحالية؟ يعني كيف ما محله من الإعراب حاليا؟ تحديدا حديث عن قطر وعن بندر بن سلطان فقط وليس السعودية نعم نلاحظ دائما يعني العودة لتجربة أفغانستان تشير إلى أن الغرب يحتضن الاستعمال السعودي لأفخاذ القاعدة ولأجيال التكفيريين والإرهابيين واستيلاد المزيد منهم عندما يكون لديه وهم هجومي بتحقيق أهداف من خلال هذه الأدوات عندما تنهزم هذه الأدوات في الميدان تبدأ مسيرة التنصل وتحميل المسئولية لمن أقحمهم الغربيون في هذا الفعل يعني بندر مش فتح حسابه بموضوع القاعدة ونحن نذكر أن ديفيد بيترايوس الرئيس السابق للسي آي آي زار السعودية وبعد يومين أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرارا بعزل الأمير مقرم بن عبدالعزيز من رئاسة الاستخبارات الوطنية وعين الأمير بندر لأن المطلوب كان استعمال القاعدة وبندر أحد مؤسسيها منذ نهايات القرن الماضي منذ الثمانينات اليوم هناك مجموعة من الكتب التي يمكن الاطلاع عليها صدرت في الولايات المتحدة للضباط السابقين في الاستخبارات ولمسؤولين سابقين هناك سائل من الاستخبارات يتحدثون عن هذه الشراكة يعني روبيرت باير في كتابه عن النوم مع الشيطان يقول ببساطة أن هناك شركات تجارة سلاح كان لبندر حصة فيها ولقال بوش وديك تشيني ودونالد رامسفيلد هذه أسماء لم يغمرها النسيان بعد في إدارة بوش الأبن مؤخرا تلك الشركات كانت تقططع من عمولات صفقات السلاح السعودية مبالغ تحول إلى ما سمي مكتب المجاهدين في أفغانستان يعني واليوم ثوار الناتو في سوريا يحظون بأموال ومبالغ وأسلحة تقدمها المملكة السعودية بعلم الغرب اليوم الغرب مهزوم ويخاف من نتائج هزيمة الإرهاب في سوريا من أن يقود إلى استدارة للإرهابيين باتجاه العمق الأوروبي وبالتالي لذلك بدأت لعبة التنصل وبدأ كشف الأوراق أن قطر ساهمت في تمويل الإرهاب وأن بندر بالسلطان ضد الفرنسة تحديدا والتي قدمت مؤخرا شريك فرنسة في الداخل الفرنسي يجب أن يستدعي الفرنسيون ساركوزي لمساءلته وأن يستجوبوا الرئيس هولند اليوم عن سر هذه وكأنهم ما عادوا يسألون أو يحسبون يعني هكي يبدو العالم وكأنه استسلم للأسف فرنسا العريقة بتقاليدها وبمنطق الدولة والمؤسسات في ظل نيوليبرالية تحولت إلى غابة يعني وتنظرين إلى واقع حياتها السياسية وتسألين أين يجري ذلك في أفريقا الوسطى أم في أي بلد من العالم الثالث حين يتحدث أيضا الرجل الاستخباراتي سكاورسيني عن موضوع التخلي يعني الانسحاب من سوريا حرم الاستخبارات الفرنسية من معرفة ما يجري على الأرض السورية برأيك يعني هل هذا استجداء فرنسي بعد المعلومات التي وردت بأن فرنسا خارج التسوية هي والسعودية هل هذا استجداء أو اعتراف بخطأ؟ هو اعتراف والحقيقة أنه ناتج عن كل الخلال في السياسة الفرنسية يعرف الفرنسيون جميعا المسؤولين الفرنسيين أن هناك مفادين من ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا زاروا دمشق وقد يكونوا متواجدين الآن في دمشق للبحث عن سبل التعاون المنطق الذي سمعته في دمشق نقلا عن هؤلاء الزوار أن المخاوف الجدية من ارتداد الإرهاب في سوريا بعد هزيمته باتجاه العمق الأوروبي هي مخاوف كبيرة وقيل لي أن مسؤول من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا العاصمة السورية قال إذا كان مجموع الأوروبيين الموجودين في سوريا اليوم ضمن تشكيلات القاعدة 1400 فهذا معناه أننا يمكن أن نتوقع خلال أشهر جيشا من 14 ألف إرهابي يهدد الأمن الأوروبي خصوصا وأن في عداد هؤلاء من هم من السكان الأصليين فرنسيين وبريطانيين وألمان حقيقيين ليس مهاجرين اكتسبوا الجنسية وكذلك في الدنمارك وبلجيكا وغيرها فرنسا أرسلت رسائل ولكن لدى القيادة السورية لائحة التزامات في التعامل مع الدول لماذا هي قدمت ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا لأن هذه الدول الثلاث كانت ضد قرار أوباما بالحرب على سوريا وباشرت مبكرا بالانسحاب من حلف العدوان فرنسا المتورطة في المواقف الأشد عدائية والأشد عنجهية والأشد كراهية مطالبة بلائحة التزامات قاسية في موقفها السياسي والإعلامي كمقدمة لطلب التعاون مع الدولة السورية لكن على ما يبدو سيبقى الحال على ما هو عليه خارج من التسوية صفر اليدين أصلا هي صفر اليدين لأنه بالنسبة للولايات المتحدة هي لم تسأل عن الموقف الفرنسي عندما تراجعت عن الضربة بريطانيا كانت أذكى بالمسارعة مرتين إلى أخذ السبق في المرة الأولى عندما أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إيران مبكرا عشية الاتفاق النووي وقبل توقيعه وعندما أيضا سربت معلومات عن اعتزامها إفاد القائم بالأعمال البريطاني إلى دمشق الآن نعم أختم لدينا فقط خمس دقائق أختم مع الموضوع اللبناني وما ورد في صحيفة الأخبار عن أن منسق التفجيرين في السفارة الإيرانية هو في عين الحلوي وهناك من يرفض تسليم هذا الرجل هناك معضلة في مخيم عين الحلوي منذ سنوات تتمثل بوجود الإرهابيين والتكفيريين في هذا المخيم طبعا لا شك في المخيم فعاليات وقيادات تدرك خطورة هذا الأمر وأعتقد أن حزم المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية سيؤدي إلى إنتاج خاتمة إيجابية لهذا الملف لأنه لا يمكن التستر على شبكات إرهابية تكفيرية تهدد الأمن الفلسطيني كما تهدد الأمن اللبناني ولكن هنا يقولون بأنه من غير الممكن أن يكون هو على علاقة بهؤلاء أو على معرفة بهؤلاء الذي يحدد هذه المسألة هو التحقيق طرحت في الصحافة معلومات كثيرة ما نعرفه من نتائج التحقيقات هو الأسماء والوقائع المنشورة التي باتت بعروفة وبالتالي أعتقد أن الحزم لدى السلطة السياسية ولدى الجهات الأمنية والعسكرية المطلوبة يمكن أن يصل إلى تفاهم مع القيادات الفلسطينية المسؤولة على إنهاء هذه المسألة لصالح التحقيق وهم يعلمون جيدا أنه إذا مثل هذا الشخص أمام التحقيق العسكري والقضاء اللبناني إن لم يكن متورطا فسيخلى سبيله وإن كان متورطا فيجب أن ينال عقابه المسألة بهذه البساطة أختم مع طرابلوس طرابلوس إلى أين بخططها الأمنية التي فشلت قبل أن تولد على ما يبدو والتي هجمت كثيرا طالما الحريرية تقدم الحماية لعصابات الإرهاب والتكفير فطرابلوس تنهي جولة لتبدأ بأخرى لأن الحريرية وأدواتها القديمة والمستجدة على طريقة اللواء أشرف ريفي تتسبب بالانتقال من جولة إلى أخرى وتمنع الجيش اللبناني من القيام بواجباته عندما سرب في الإعلام الكلام عن إعلان طرابلوس منطقة عسكرية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على الجيش وهم الذين قدموا التغطية للمعتدين على الجيش الذين أطلقوا النار عليهم الحل الذي يشبه الحلول اللبنانية وليس ما يجب أن يكون لا حل حتى الآن طالما مفتوحة في سوريا لا حل طالما هذه السلطة السياسية الرخوة قائمة التي لا تتقد خيارا ولا موقفا في أي من الأمور ولا تقدم التغطية الواجبة للجيش اللبناني بقرار حازم لا يسير أحدا من الأطراف السياسية الخطر مستمر في طرابلوس وأهل طرابلوس مخطوفة إرادتهم ومخطوفة أصواتهم بزمر من الزعران واللصوص برأيك يعني أنه ما لا علاقة بسوريا لها علاقة فقط بالبلاب إلى علاقة بسوريا بدون شك ولكن إلى علاقة أيضا بأداء أهل الحكم لبدل ما يدينه الأموال السعودية والنشاطات الاستخبارية السعودية التي تغذي هذا الأتون المشتعل على حساب طرابلوس وأهل وأمن لبنان بأسره قدموا الشهادات وانبروا يدافعون عن السياسات الخاطئة التي ترتكبها بعض الأطراف في المملكة لسجامة مع كلام لنفطر تكون طرابلوس أو الشمال هو مقبرة للهاربين من سوريا؟ يعني يبدو أنه سرعة الانهيارات التي تحدثت بصخوف العصابات الإرخابية في سوريا لا تفسح مجالا للرهان أمام احتضان أعداد كبيرة من الهاربين ويبدو أن بعضهم يفضل الهرب إلى أوروبا وربما إلى الأردن أو العودة إلى الحجاز ونجد على اللجوء إلى لبنان هناك أعداد موجودة فعلا في لبنان وهي نواة لمشكلة لبنانية حقيقية بدل قصة دولي مركزي ورجال دولي هذا ليس متوافرا اليوم يتخذ قرارا موقفا الأستاذ غالب قنديل شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر